اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للجاج باللبن والخضار بد كيلو نص لبن صدر الجاج نص كيلو جزر أربعمية بروكلي أربعمية كوسة تلاتمية أرض شوكة ميتان ميتان وخمسين بازالة تازة أو مجلد مية وخمسين بصل كويزات يعني بصل صغير تلاتمية جرام نشاء الضرة سبعين جرام أرز حبة طويلة تلاتمية زبدي شرح عدد اثنين كزبرة باقة مستعمل الضلوع والورق الضلوع مع الأرز ما منكبهم والورق نستعملوا مع عليتنا توم حوالي الخمس ستة حصوص مواد عطرية وملح وبهار أبط أعلى بس تودا يلا أول شي أحبلش نسلق أدجاج من بعد ما نقطعه بنحط له مواد عطرية المتوفرة عنا لنشتغل فيه ومنقول بناخر اتصال ألو مرحبا شاب مرحبتان كيف باك مرحبتانك أول الحلقة نعم سألتك يشي باديك بسمقتها ومن خلصت الحلقة وما هلتلك عن شو كبيس مقتها كبيس مقتها مظبوط معك حق يلا هتوغزتها لا يا أخي مرحبت ولا بس الله تبدأ عليك لتر لتر ماي طيب عن دقيقة بس لحتى قريب يلا لتر ماي أة أيات م أه الميد ثلاث كبيات خل ملح خشن نص كباية ونص ملعة شابة كسرة صغيرة وفيك الطاعمهم بحسين ترون او بعرق من اكليل الجبل تكرم عينك واهلا وسهلا فيك هلا يح نبلش بالخضار وناخر اتصال قالوا 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 منجور منيح كنت ترخل هلا تسلمي تسلمي واكد صحي بش بس طيب وصحي اكيد اكيد شاش بطي بيسألك سؤال شو بتفضل للكبيس المخير والبئتة بتفضل لخلي مابل أبا خلي الأحمر الأحمر عطول بالكبيس هو الأفضل آه يعني القبيس ما بيسوى ما قلت ما بيسوى آه ما تقوليني شي ما قلته قلتوا الأفضل آيه هو الأحمر الأفضل الأحمر نعم بخاطر عيوني بتعملي كبيس طيب إن شاء الله تسلمي نعم تكرمي نبلش هالخضار كله بدي أطبخها تبهوا بدي أطبخ كل الخضار بتنجرة وحدة ولكن في فرق بالوعد وببلش دايما بالبدوات أكتر نحن خط شفت لا مابدا بس حطيلي شوية ماء ايه بس شفت محط أبدا نزبتهم نعم أبدا شفت بك أوك خلا منقلي خلا منشوفه بنجرة بغير محلات بنحط زب بعض 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 خيفيش يا فلس أنا بالعادة شايف تناعمل الكوزة والجزر ايه هونيكي عم نقدمه ندغري ايه هون عم نطبخهم بنجرة عم نخلطهم هالفرق معك حق هوني شوية كبيري بقص على عدة اثنين ليكون متوازي بتقطيع وبرجعها كمان ع نفس الطريقة ها يلا نحن أعطيكي هون كله هلأ احنا علمكم دايما بعلمكم ممكن ان نضل بركي في ناسي اول مرة بيحضرونا كيف بنقشر البصر كوي زيت شوي من هون هو البصل الصغير من هون تقشير هايك بيكون ممنوع هايك ممنوع هايك للقشرة بتنجريح نشيلها ويلي بتكون القشرة تحت الطبقة ليبسي واذا كانت البصلة شوي كبيرة يمنطر ساعتا نشيل منا طبقة زيادة ليصير حجمة مناسب لأكلتنا وناخد الاتصال الو مرحبا مرحبتان كيفك شيف انتوان نيح يا له سهلة عندي سؤال وانا عندي الجواب يلا اوكي هلا تميز جيلاتين اللي بتزبرتي استعمله مع التيراميسو او التشيز كايك فيني استغني عن الجيلاتين حط محلو جلو على حاموط بيعطي نفس النتيجة بيعطيكي ربع النتيجة ها ربع النتيجة هلا انا عندي كمان سؤال لاليك فضر انتي التيراميسو بيهمك الشكل يكون كتير مرتب بالتقطيع او ما عندك مشكلة هون لا اكيد شكل مرتب بالتقطيع ها لكن بديك جيلاتين اه بديت جيلاتين بديك جيلاتين بس اه لحتى الجيلاتين يلي انت عم تستعمليه لك جيلو ايه يلي بيعطيكي ربع النتيجة كمان هو مصنع من نفس الجيلاتين هديك ولكن على قوي اخف اهه يعني ما اتخمني حالك عم تبعدي اه طريق ذاته اه لانه قالولي انه معمول الجيلاتين ينعمل من انسحة الحيوان الانسحة بس مظبوط وفيه منه من الاشياء من السجر للتعطي اسجار اه نباتي يعني سمخ اشي شي نباتي كمان قويات اه اوكي بس انا يا حرجة علي عنديك عم برجة وركز اوكي او تيرام السوق وماني اعزم حدا اه او بدي شيله بالملعة او قصه بالسكين كل ما مرده ورجع بحطه مي الصخن السكين ما عمله بتجيله لا ما عمله بتجيله ما بحط قبلا جيلاتين شو المشكلة هو شو الجيلاتين لانه رجع نركز اه لحتى انه يجمد شوية عشا كله مرتب شوية يجمد اكتير شوية يعني يشد لتصيري عزا قصيتي محل ما قصيتي يضلو جالس القصة اه هدا هو الفرق مش ازا شيرت السكين وطلع النتوش اي هلا وطلع بالبيت كبيتي انا عم بحكي النتوش شو المشكلة ما في شي مشكلة ما في مشكلة المهم انك هتكون طيبة اه بس في حال بدي يجي لعنديك ستات وتعمل صبحية وتعمل شيز كاك وتديني عن معارة بديك الجيلاتين قلو قلو ايه ايه سمعتك ايه ساعتها بنا الجيلاتين اهه طب كمان انا عندي سؤال اذا مثلا غطيت السكينة بمي سخنة مي غالية وقصيته لقلو كت عملته بالتراب بيسيحديك سبعين بالمية نعم انا عم قلك منغطه من المي السخنة دغري السكينة اه كل ما تقطعي قطعة اه حتى سكينة بمي سخنة ايه ترجعي بت من بعد بتقطيع مي تصخلي مش تغري بتقطع ايه اه تمسحيها بشأفة اكيد اكيد وترجعي تقصي طيب شكرا 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 مين اعلى وسهلا فيكي اوك نشوف هلأ الكوسة يلا بس يعني نطبق اللبن هلا اللبن ومناخد اتصال القلو القلو حطين كلهم منحركهم ومنصفيهم وهك بكون المزج مضبوط اللبن هلأ محل الجزر بتبقلنا كم حطينة كمية قليلة بدي غطيهم ليبلش يستوي الجزر هو يقتر شي بالخضرة بدي وقت منشان يستوي مننزل اللبن المكسور بنشاء الضرة او نشاء القمح حطي شوية ماء فيها دايما منحط شوية ماء منشان ما نترك لبن بالوعي بيطلعوا معنا هاي كلهم شوي خلص منحركهم لكل رواسب اللبن لكل رواسب اللبن تنزل ونشيلهم منحطهم ونشيلهم نحطوا على النار ومنحرك بملعة خشبية ليمطها اللبن ممنوع بغير بملعة خشبية ونشيلهم ضيقتيك منجيحة ها تكرمك دعما تخرسي مني حطا هلا بدي حضر الخضار يلي بدي استعملها عندي الكوسة جميعا ومناخر كمان اتصال ألو ألو بولجور شف عطان بولجورين كيف أنا منيح أنت كيفي عمد الله شف عطان بقدر اسألك سؤال بخاطرك مرسي كتير بدي اسألك عن الكوسكوس نعم هلأ وقت المعمل اللحمة مع الخضار نعم بيزوم الخضار بعمل الكوسكوس لا بيزوم الخضار واللحم أو الخضار والجاج نعم بيكون كمان فيهم حمص اي بتكوني حطة رب الهريس نعم شوية رب البنادورة اي وهني هاو دي صلصة أساسية للكوسكوس نعم أما الكوسكوس منحط شوية زبدي عن نار نعم منحط الكوسكوس والناشفي منفتح العلبة ومننزلها فوقون نعم منحركها شوي صغيرة لتاخد الزبدة مع الكوسكوس كلها نعم بتضيفي لها الى الحمص المسلوق نعم بتضيفي لها ماء قدر غمتها فقط وبتطرقية عن نار فقط 8 دقايه نعم ناري كتير هادية نعم تطلع الكوسكوس لوحدة وناطجة وكل شي عندي الساكب تسك بكوسكوس بسحن وحد منه الخضار مع الدجاج او مع اللحم بس بدي شوف اذا طريقتي صح نقليلي بليك اذا صح او شاكرا ايه كيلو البتنجان حتاكله نص كيلو سكر اول شي مش صح مش صح غلط ايه كاملة ايه وعيارت السكر وعيارت المي متل القطر وها لايتهم هقشرت البتنجان نص تقشيرة ونقعتوا بالكلس قبل بمهار 8 ساعات هاو مزبوطين بـ 8 ساعات ما بيكسيتين ورجعت بس حتيت السكة حشيتهم حبت نص للبتنجان وحطيتهم بالقطر غلعتهم مع القطر ادايق ليطيهم غلعتهم شي ساعة ونص ما هي مزبوط مزبوط او بدو ساعة وعش دايق بس انتي لانهم قليلي السكات اه منشان هك اخدوا وقت اكتر صاروا تقريبا ملاح ايه حطيتهم الحمد الليمون بس لغان ماله حمد الليمون وطفيت دي غري ايه لأ حطيت قبل شوي حبل شي نص ساعة حمد الليمون ورجعت طفيت عنه ايه اولا ساعدني عليكم ازيح تتعلموا مني بعد اولا اولا يا عم بس انضيف اسمعوا مني لالا مربة لالا مربة ايه على طول بس انضيف الحمد الليمون دغري بنا نطفي عنه اه دغري حيالا مربة حيالا مربة حيالا مربة يعني حيالا مربة بس سؤال بعد نعم سكبتيهم او بعدهم بالتنجرة بعدهم بالتنجرة رجع اغليهم علو نعم رجع اغليهم منش عصر دايق بعضهم بالتنجرة بعد ما بردوا عيل احلى ايه رجع اغليهم ايه وقداش اني كمية البتنجان نين كيلو نين كيلو دو فينو ملع ونص عصير حمد وضغلت في النار وشي ليون اه بس لضقت الاصر العاطي لبشة حمد شوي معليه معليه بس مش احسن ما يسكرون اه شو بدك انت يقليني شو بدك اذا بدك يبلهم بش حمديني كتير وبسكروا بعدين متلو ميني اه بحطوا لهم حمد وبغليهم شوي لا يا عيوني يا عيوني نعم بس نضيف الحمد ضد عقله الحمد انه تغليه اه لانه اذا غليتي مش كأنك داي في حمد اه لحرجى عيد انا وياكي ايه هلا لان افطرت زياتي ضفتي ملع ونص عصير حمد ايه ورجعت اغليتيهم رجعوا بدي يسكروا اه بعدين عشان طفي النار وضيف العصير الحمد والشي ليه بس يكونوا عم يغلو اه هلا اخريحك نعم مرشي كتير تكرامي كله عم يتحضر بكير 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 هيا الارضي شوكي لوصلنا ها هلا انتبهوا في حال عم نسوي هاي الاكلي ما كان عنا ارضي شوكي لا طازة ولا مجلد بنزيد بكمية الخضرة شوي صغير وقمش الحال مش معناتها تقولوا ما بتسوى بتسوى موسيقى هكذا كشفتي كشفي رجعي أنا التامجرة بصل موسيقى هلا نضيف البصل يعني اكتر شي بد وقت والجزر بعدين البصل نرجع من السكتر موسيقى اللبن منضلي الحر كله يغلي موسيقى نرجع من رجع كل القصمة موسيقى هلا في حال الارضي شوكي طازة موسيقى بس ضيف البصل بعير ثلاثة دقائية وبرجع بضيف الارضي شوكي في حال طازة اما اذا كانت مجلدة موسيقى بدي واحد اكتر موسيقى 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 فوت على كعب الزهرة يعني ما بدي ضلوع بهالاكلة بقيت اللي بتكون صوتية بيكون بدي شوية ضلوع ومناخد اتصال موسيقى 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 يلا من علمك يا اوه بتقبل معيك مرسي يلا تكلم عيونك رز بحليب كامل حبة الرز كاملة اول شي منحط لتر حليب على النار بضيف علي كباية ونصف سكر بجيب 3 اربعة على الكباية رز او اقل بشوية بغسلهم وبحطهم بماي مبحبحة على النار وبسلقهم 6 دقائق برجع بقول الرز بجي بغسلوا بحطهم بتنجرة مع ماي مبحبحة وبحطهم على النار 6 دقائق بشيلهم ببردهم بضيفهم على الحليب والسكر وبحط الحليب على النار هيدي وبحركهم ليستوي الرز يكمل نطجه اقل شي يعني بكتعملوا حسابكن بدون تقريبا 16-17 دقائق غلي يرجع عن النار بعدين من ضفلهم ثلاث حبات مسكين شوية موارد شوية مزهر ومنسكبة للرز بحليب اما برغل بالبلادورة يفضل البلادورة تكون بلدية ولا نحن بلق عزة شو شاف هاو دي بروقلي بكفو وهي دي تشيلها ومناخر كمان اتصال اهلا براميو كيف تحكم شك حبيبي كيف صحكك شلمني اكيد هجا معك اليوم ولو شيف طولة وجميلة لا انا برا البيت بسرق اذا بلقت البيت ده مش حتشوف طولة انا بسرق لليام كيف احوزكم يعطيك العافي مايسي قلبي بروس كون تاينتكم انتوا بجننوا حلوين وهنا كل يام بديحثيكم كنت بشغل افبل البيت كل يام بديحثيكم علنا الشرف على طول مستمع داين او انا بحبكم كتير 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 اوه بغبات هيتكن تلعبيني تبخى بحتيك عنا باتا بكنش تلعبيني تبخى بدي لكم بانجور ما فيك يتربت. هيدا ما بقول بانجور لا انكن بموت باخوة. اسلام لا بنايك ضلعيش ما الله راته. انا بحبك كتير يا شفاة. نحن اخبك يا روميو. احنا توقف عم حطة علانية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان. هون بنضيف ضلوق الكزبرة على الارز. كنا قبل المحطة الاعلانية حطينا الزبدة والارز. انا بهون للخضرة يحصقة الكوسة فوق الجزر والبصل. ومناخر الاتصال. لا تحدي كل شي بغري من غطي. مرحبتين. ماشي الحال يا اهلا وسهلا. يلا حبيبي. تاعت بالطمر. نعم. مع السلسل. تكرر عيونك. تكرر عيونك. على السلسل فيك على السلسل فيك. تكرر عيونك. تكرر عيونك. تكرر عيونك. جيش كلها. نعم. نعم. نضيف شوية الخضرة. تكرر عيونك. الكعك بالطمر. كيلو طحين. ميتين وخمسين جرام. سمني. خميرة البيرة ملعتين صغار. سكر ملعت شاربة. ملعتين صغار محلب. وملعتين صغار دقة الكعك. نفرق الطحين بالسمنة. مع الخميرة والسكر. والمحلب. بعد. ودقة الكعك. بفرقهم مزبوط. برجع بضيف العيلون. شوية صغيرة. من الماي. وبعجلهم. هالعجينة بتركها ترتاح من الصيعة تقريبا. خليكي لايش بعمل ديك. نقمة بيطلع. هالخضرة تبغولي شوية. نحن نرجع للكعك. بس هاي دي اهم الكعك. لانه انا بدي غزة. كلنا مناكل. مناكل صح يمكن. بس ما مناكل صح الغزة. خواص الجزر والبصل والكوسة. بدي اياه هون. بالرز. ومن الاساس حطيت ماء قليلة. وبرجع بضل في شوية ماء. هاولي على البخار هنه كافيين. انه هاي ورقة الغار من المواد العطرية. بنضيف بعد ماء المرأة. كافيين انه ينطجوا باقية الخضرة. هلا بضيف الارض شوكي. يلي هي مجلدة معناتها بتكون مسلوقة. بضيف البروكلي. وبرجع غطية. ومناخر اتصال. بنرجع الجيج شوي يغلي. قلو. قلو بونجور. بونجورك ساف كيفا. بونجوران كيف صحبك. يعطيك الف عافي. على عافيكي. تسلمي. تسلمي. بدي اسهلك اذا بتريس. عيما هلا قسرت اثنين كيلو لقطين. بدي اعملهم مربا. نعم. بدي انقعوا بالكلس بس تفسرلي بس كيف بدي اعملهم اذا بتريس. بتجيب اتنين لتر ماي. نعم. نسك ببيت كلس. نعم. شوية ملح خشن. نعم. بتضوضي الكلس بالماي. وبتصفيهم. تنقعي فيهم قطع على اللقطين. نعم. من بعد ما تنقعي قطع على اللقطين لتنعشر ساعة. اوكي. بتغسلي للقطين من قصار مية الكلس لتمرط. اوكي. ترجعي بتحطيه بمسفيلة. بتشيليه بتحطيه بوعي. بترشي عليهم اتنين كيلو اقل من ربع ملعة صغيرة حامد الليمون. اوكي. بتعايلي الوقت عشر قاية. عشر قاية. ترجعي بتضيف عليهم اتنين كيلو سكر. اينا. تخلطيهم مع بعضهم. لازم تخلطيهم مع بعضهم. اوكي. لنوقف مفعول حامد الليمون. اه بنتك حامد الليمون بحط السكر. برافو. اوكي. بس منحركوا. نعم اكيد. بنرجع متركم ثلاث اربع ساعات او من عشية لعبكرة. نعم. ليدق ميتو اللقطين. نعم. بتحطيهم على النار مع ورقة عطر. نعم. ورقة غار وحبتين كبش ارنفل. اوكي. وبتغليهم ساعة وعشر قاية. نار هادية. نعم. اخر شي بتحطي معهم. اما اقل من ربع ملعة صغيرة حامد الليمون. بغري بتكفي عنهم. اينا. او ملعة كبيرة عصير حامد. عصير حامد. بسكبون عصخن ساف ولا بتركن يبردو بسكبون. نعم صح. فيكي تسكبون عصخن. نعم. وتسكر الغطاء عصخن. نعم. فيكي تسكبون عالفاتر. وفيكي تسكبون عالبارل وعلى مسؤول عالم. كلك ذو ممنونتك. فيهم كفاني. بس انتعونا تابليا. مرتي كتير. لخاطر عيوني. غيلا هون. ايه خلقه ما نعمل. ايه بس غيلا. مريغ لي. ومناخد اتصال جديد. هلو. هلو. هلو بونجور. هلو. هلو بونجور. بونجور. بونجورين. كيفت. ماشي الحال. شفافات. نعم. بدي منه تحيزالك القرع. القرع. ما لحقت اخر مرة ته عايد. وما لحقت ولا. يلا هلا من لحقه. طعم المعروف. تكرم عيونك طيب القرع برعبة. لحن نعمل القرع عهد ما بيجي إلا هلا. وخوفوني عند اذا جبت قرع ما يكون مره. لا بدك تأشروا للقرع. وفيك تبرشو او تأشروا. انا بفضل تأشير افضل ساعتها ما بيطلع مر. نعم بسمع. الافضل الافضل فيك تبرشو للقرع. ايه. او تأشروا بس الافضل تأشروا. اكيد تبرشو اول شي. ايه بس اشروا. اشروا احلى اشروا بالمعشرة. ايه. متل كانك عم تأشر الجزر. ضماني اكتر من شان ما يطلع مر. ايه. ايه. تعمل حشوي. قلو. قلو. الشرناب الاول. ايه. ما بيسوا قبل ما تحشي اكثر من ساعتين. لانو بيسواد. تنقروا بتشيل منو البذر. ومننقروا من ميلة مش الرعبة. ميلة العكس الرعبة. ايه. الله. تعمل حشوي. ايه. لحم. نص كيلو. ام. بتحط معن 300 جرام رز حبه عصيرة. بصلي بصلي حجم وسط نعمي. ايه. دبس الرمان اربع مل. ثلاث ملاعق اصلي. وخمس مل. ايه. ايه. بدي فرزه. بدي فرزه. بدي فرزه ايه. وبتحكيني بس تشيلو من التفريز كيف الشاحلة كيف تطبخو. نعم. هلا بكتفرزه. ايه بدي فرزه. ايه. وانتي بكتطبخو. بطبخو. ايه. 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 شو شاطرة بالأكل ريحة الأكل طلع لعنها هل قبل ما نحط لك شيء باللبان نحضرهم يلا بنا نحط هوا قبل ايه بس بنا نحضر نشيلهم من المواد العطرية شايف نحضر بالعطرية ویكب تؤكد مواد العطرية وكب ترينه وشيء مع رجل وشيء وشيء وعلانك تصوير يجب وشيء بنشير قطعة الجاج لنقية من المواد العطرية مش ضروري نحط كل شي فيها اللي بذكركم إياه من المواد العطرية فوقها أشياء المتوفرة منضيفة لكمية قليلة لأن الخضرة واللبن كمان بيعطونا نكهة طيبة لألون ناخد اتصال ألو 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 مرحبا أهلا كيفيك مدام الحمد لله مدحتي مع شيف أنتوان شيف أنتوان معك على وسهلا فيك كيفك شيف أنتوان منيح انت كيفيك الحمد لله شو بساعدك مدام مدام ديب بعنك منجيب مدام ديب أهلا وسهلا فيك مدام ديب مدام ديب ألو بدي عزبك تسمعين من التليفون أوكي سؤالك مهم بس أنا شارحه قابل أوكي بدي عزبك إذا ما يصخلي بس أي غلل ولا ما يبرد أوكي لا نرجع إذا كان الماء اللي بكتستعم ليها هي ماء تنشرب نعم ما ببدو تسخين ولا ببدو غلق أوكي أما إذا كانت ماء حنفية ما بتشربية إنت تجلي فيها الصحون أو ما شابه زيني آآ نعم يفضل إنه تنغلى مع الملح ولكن ما منضيفه على الكبيس تاريه بانتريكالة تبرد نعم منزلة ومنستعملها أوكي تكرم عيوني بس سؤال تاني سؤال تاني يلا نرجع الماء نعم شو هو بحاجع اللبن حطيها وقت إن يكون عم نطبخ اللبن بكون يحطينا حلو وقت منغليب شي خامض ليه هو بيحمد على غلي موسيقى حلو هنا منغليب se يغلي نعم يأتي طعمة حمودة شوية حاوكي باشك دعلق خاصي ما أعلك دوا هيدا أقوم بشكل مختلف مصنع بخاطر أهلا وسهل أفكر أهلا وسهل أفكر كمام ناخد اتصال حلو بونجور شاف انتون أقوم بشكلام الله عافيكي شو الساكلي حلو مرسي شاف خليلي اياك تسلمي مين معي؟ معك باسكال أعلى بالباسكال شاف بسألك في مرة حدا سألك عن كانيلوني نعم شرحت له آخر شي قلت له بتحط بنادورة نص أنينة مورتي وبعدين معلت له بحط جبنة وفوتها على الفرن أداوات ولا ما بحط جبنة ولا بس بدوم الجبن ودو شعر بس 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 بعدك من زكرة الحشوة اي يعني عديلية على شوي لحمة مفرومة ثورين خشنة نعم بس ل أوستيك بيمشي نعم وطوم وملح وبهر أبيض بس فيها بعد اي شو بعد فيها حشوة بعد بعد فيها؟ اي شو فيها بعد؟ فيها سوس بيضة بتحطة بالتحط thing شو فيها بعد؟ طب إلي إياها؟ عين إياها؟ يلا تكرمي اوكي شايف هان يحقط في النار هالخضرة كلنا ساوا استاوت استوت شوفوا يحصف فيها قدامكم قليل كتير من الماء يحيطلع فيها لا يعني نرجع نقول لا لانه انا الخضراء اللي استعملتها بالاول الجزر البصل وراها الكوسة وبماء شوية شوية اكتر من هاو بكتير بكونوا استعملتوا لنا شوف كان صار على الفبارة شوفوا هاي التنجرة شوفتوا ما فيها مجنس الماء هايك برا نطبخ اكل صحي هايك بكتكونوا تمشوا بعدين بالاكلات الطيبة والمغزية يلا هلا ما نسقطهم كلهم سوا قوع اللبن مش نسدق بكل صنف لوحدهم نعبي التنجرة ماء واخر شي الماء على المجلة يكون عن ناعم شوية عن ناعم برافو عشان ياخدوا بعضهم خلص رز تنجرة ماء شوية خلص ماء شوية ماء شوية بشع في الكوسة فيهم ما بيأسر ماء شوية هاو بينحركوا بهالطريقة اشتركوا في القناة 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 بتشيليهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تنزل 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تنزل 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 اشتركوا في القناة تنزل